اشتركوا في القناة الذين حملوا راية الإسلام وذبوا عن حوزته ونشروا دعوته في الأرض من بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيد وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله الرحمة المهذات إلى خلقه والنعمة المسلاة إلى عباده بعثه على فترة من الرسل ودروس من السبل ففتح به أعين عميا ففتح به أعيناً عميا وآذاناً صماًا وقلوباً غلفاً أما بعد أيها المؤمنون إن المولى عز وجل لا خلق الإنسان وحبب إليه الأوطان وامتن عليه بتزليل الأرض التي أسكنه فيها لمعاشه والتزود منها بالأعمال الصالحة لدار معاذه فقال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وجعل سبحانه بين الإنسان وبين الأرض التي نشأ على ترابها وأكل من غذائها وشارب من معين مائها وشم من طيب هوائها جعل الله عز وجل بين الإنسان وبينها رابطة من المشاعر العميقة والمحبة الوثيقة فهي بمتابة أواصر الدم والرحم التي تصله بوالدته التي حملته في بطنها وولدته من أحشائها وغدته بذبنها وتربى في حجرها ونمى وتراعرع بين أحضانها وهذه المعاني وهذه المعاني كلها أواصر مشتركة بين الأم الوالدة والأرض المولود فيها تستوجب من الحقوق فوق كل الحقوق بعد توحيد الخالق عز وجل ولذلك ولذلك غرص الله محبة الوطن في أعماق الفطرة الإنسانية وجعلها الشرع الحنيف من صميم القيم الدينية السامية والدلائل الفطرية الإيمانية على رقي إنسانية الإنسان ولذلك جاء في المأثور الأثر المشهور حب الوطن من الإيمان قال الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة لم أقف عليه لم أقف عليه ومعناه صحيح ثم ذكر عن كتاب المجلس للدينوري من طريق الأصمعيل قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أعرابيا يقول إذا أردت أن تعرف الرجل إذا أردت أن تعرف الرجل فانذر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه إذا أردت أن تعرف الرجل فانذر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه ولما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ولما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بعد أن هاجر منها إلى المدينة المنورة بشره الله تعالى بقرب العودة إليها زمن الفتح فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معهد قال السخاوي لأن مكة محل مولده لأن مكة محل مولده ومن شأه عليه الصلاة والسلام وتبت في كتب السيرة النبوة العطرة في أخبار هجرته عليه الصلاة والسلام أنه لما أخرجته قريش من مكة بعد أن اشد عليه وعلى أصحابه الأذى خرج متخفياً بالليل خرج متخفياً بالليل ومعه رفيقه في هجرته أبو بكر السديق رضي الله عنه فوقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وولى وجهه جهتها وقال مخاطباً لها ومتحننا قال صلى الله عليه وسلم والله يتكلم عنك وما ترضي النقر والله إنك لأحب البلاد إلي مكة والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت أبداً ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت أبداً ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحبها ودعا الله عز وجل أن يرزقه حبها فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد فاستجاب الله دعاءه فصار يحب المدينة حبا عظيما وكان يصر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها لما يكون شيء صفاء يقرب المدينة يفرح لما يشوف المشاهد الأولى دين المدينة يفرح وكان صلى الله عليه وسلم يصر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها فعن أنس كما في البخاري عن أنس بمالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة طرقها المرتفعة فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أوضع ناقته أي أسرع بها وإن كانت دابة حركها وفي رواية المخاري حركها من حبها من أن يقرب للمدينة يحب يقرب لها ويشوف المشاهد دياله الأولى أنه صعب الدابة دياله يمكن أن يدخل لها معشر المسلمين إن حب الوطن من أفضل الخصال وأحد أوصف أهل الكمال بل به تقاص منازل النساء والرجال وهكذا جاءت نصف الشرعي كتاباً وسنة مجمعةً على أن حب الوطن من سليم الفطرة وأنه معروف في سيئة الرسل وهم أكمل رجال أزمانهم وفطرتهم أنقى فطرة وأبعدها عن كل شائرة وليس معشر المسلمين ليس أمر المواطنة والوطنية إلا من مقتضيات هذه الفطرة السليمة والسنة النبوية القويمة إذ ليست الوطنية إلا غيرة دينية شرعية تستلزم الدفاع عن حرمة الوطن وحوزته بحماية الأنفس والأعراض والأموال معاشر المسلمين إن الوطنية الصادقة والانتماء الحقيقي للوطن لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس فقط بل يتجلى في الأقوال والأفعال فالوطني الصادق يسهم في تطور وطنه وبناء حضارته وتقدمه ويحافظ على أمنه واستقراره ويحافظ على أمنه واستقراره ويستلخص الغالي والنفيس لإعلاء شأنه وشأن أهله اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين ولوطننا وأهلنا حامين ولعروة بيعتنا لأمير المؤمين حافظين وعلى صراطك المستقيم سائرين غير مبدلين ولا مغيرين آمين والحمد لله رب العلم الحمد لله الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والشكر له سبحانه شكراً نستوجب به عطاءه ونواله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى القائم على أمر الله بالصدق والوفاء وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أهل الاقتفاء معشر المسلمين إن أجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء له إن أجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء له فالدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد لا يخالطه كاذب أو مبالغة أو نفاق لأن له سلة مباشرة بالله فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أحب مكة لما أحب مكة إبراهيم أتمر حبه دعاء صادقا لها بالأمن والرزق الوافر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منها وارزق أهله من الثمرات منامن منهم بالله واليوم الآخر وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء للمدينة بالخير والبركة والصلاة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفين ما جعلت بمكة من البركة اللهم اجعل بالمدينة ضعفين ما جعلت بمكة من البركة وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفين ما جعلت بمكة من البركة وصح عنه كذلك اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر منه ما يفيض به قلبه من حبه من حب لبلده وما استقر عبادته وموطن أهله وقد أورط الله عز وجل هذه الأمة المغربية حمل راية الإسلام والدفاع عن حوزته وصون حرمته بقيادة من تعاقب على تولي أمرها من أمراء المؤمنين القائمين على حماية الدين مؤازرين في ذلك بعلماء الأمة وفقا لمقتضايات عقد البيعة الشرعية التي قام على أساسها أمر هذه الأمة وانتظم وعلى به صرح بنائها والتأم فبنوا صرح أمة موحدة الكلمة مجتمعة الأمر معتصمة بحبل الله الوفيق الذي من يعتصم به أفلح ونجح وساعد وربح فاللهم أذم على هذه الأمة نعمة الأمن والطمأنين والسلامة والسكينة ووحدة الصف والكلمة وصل اللهم وسلم على نبينا محمد نبي الرحمة وهذه الأمة صلاة متوالية دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وارضى اللهم عن صحابته الأيم المهتدين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة من الأنصار والمهاجرين وانصر الله ومن قلته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين اللهم اصلح شأنه كله ظاهره وباطنه وأصلح به وعلى يديه ووفقه للخير وعينه عليه وأقرى عينه بولي عهدي صاحب السمو الملك الأمير جليل مولا الحسن وشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير المجيد مولا رشيد واحفظه في سائر أفراد أصرده الشريفة وتغمذ الله برحمتك الواسع الملكين الفقيدين المصبحين جلالة الملك مولانا محمد الخامس وجلالة الملك مولانا حسن الثاني اللهم اجعلهما في مقعد صدق عندك واجزهما عن هذه الأمة بما أنت أهله اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الوقل عذب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله شكرا على المشاهدة ثانيا ترجمة نانسي قنقر القناة شكرا